السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكبر معمر في العالم فقد qualitative氢 aguardo والان هو يستعيد لميلاده 10 بعد 100 وذلك بعد انسجلته موسوع جينيس إلى الأرقام القياسية أكبر معمر في العالم حتى الآن وقبل أن نبدأ الفيديو نضعكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جليز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكبر معمر في العالم يحتفل بعيد ميلاده الثالث عشر بعد المئة وحسب ما نشرته شبكة CNN الأمريكية في أن أميليو فلورس ماركيز الذي ولد عام 1908 في بورتوريكو يستعد لإحتفال بعيد ميلاده الثالث عشر بعد المئة وأضافت الشبكة الأمريكية أن أميليو فلورس ماركيز فقد معظم حواسن بالبصر والسمع وقدرته على الكلام بشكل واضح ميليو الذي ولد فيه الثامن من أغسطس 1908 حصل على شهادة أكبر رجل سنا على قيد الحياة في العالم من موسوع جينيس ويبلغ سنه الآن أفك شبكة أخبار CNN 112 و 327 يوما ما يؤهل للقب أكبر معمر في العالم وميليو هو الثاني في عائلة مكونة من 11 طفلا كان متزوجا من أندريا بيرز لمدة 75 عاما حتى وفاتها عام 2010 وأنجب الزوجان أربعة أبناء ولدين خمسة أحفاد وخمسة من أبناء أحفاد وفقا لموسوع جينيس للأرقام القياسية يعيش أميليو الآن في ريو بيديارس في بورتوريكو مع ابناء تيرسا وميليتو وجاء في عنون صحيفة تناولت قصته أن مفتاح سيد المركز المعروف دون ميلو لحياة سعيدة هو التمتع بفرة من الحب ولا عايش بدون غضب وقبل أميليو كان دوميترو هو أول رجل معمر على قيد الحياة تم التعرف عليه من قبل موسوع جينيس للأرقام القياسية لكنه توفيه في 27 يونيو عام 2020 بعد أقل من شهر من استلام رقم القياسي عن عمر نهز 111 عاما و219 يوما وبعد وفاته قالت موسوع جينيس للأرقام القياسية إنها تلقت أدلة تدعم مركيز الذي ولد قبل ثلاثة أشهر من كومينسكو ويذكر أن أكبر معمر على وجه الأرض هي كين تاكانة البالغة من العمر 18 عاما ولا تتعيش في دار لعاية المسنين في فوكوكا باليابان وفي مارس قال حفيدها لشبكة أخبار CNN تاكانة تسعى للحصول على الرقم القياسي لأكبر شخص عاش على الإطلاق والتي تحتفظ به جينيس لويز وهي أمرأة فرنسية توفيت عن عمر 122 عاما وبذلك نكون قد وصلنا لنهاية الفيديو لذلك ندعوكم الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس سيصلكم كل جديد